مرد اخت علاق دي انا مش فاهم ازاي جوز الجدع الاسم فاتوح ده الوقت ده شبه شربة الخاروع تحس الجدع وانت بتسلم عليه انك عايز تعمل كده وقمن خينك وتديره على قفاة في نفس الوقت مقمو مقمو انت فينا مقمو ولا حاجة احنا من ساعة مرجعنا من حفلة انبارك وزاي خير اللي ما بيقول انك مش هنا خالص مش هي حاجة وفي حاجة حصلت في الحفلة دي شغاليتك قوي كده حاجة ايه يا رشيد انت مش كنت معايا في الحفلة كنت معاولا مكتش معايا حاجة ايه اللي تحصل هو كان برضو المفروض يا جماعة يعني متهالي ان كانوا يعملوا الخطوبة بتاعتهم دي يعني في مكان كده قاعد افرحش فوق تير حلو عشان نهاية صنو مبسط لكن الظاهر ان اهل اناس ذوي البوخلة شوية مش كده ماما بس وفاق كانت معاملتها غريبة او كانت لزيزة جدا انا فضلت افكر فيها تقول ليه يا رشيدة والله والطحينة حلو قوي طحينة جميلة طيب يا جماعة بحدي اش عايز حاجة من الحض بس انا هوا مقسي الايدي طيب شكرين على العزوم يا جماعة اماما اخش الحمامو يا جماعة مالك يا موس مفيش حاجة حبيبي انت عمرت ما كنت بتخبيعني حاجة في حاجة عايز تقولها لي رشيدة حبيبتي انت ليه متخيلة ان انا مخبيعليكي حاجة مش عارفة احساس انت بس اللي بقيت حساسة شوية لي من دول انت شايف كده؟ اقولك يا رشيدة في موضوع عايز اكلمك فيه بس بس في البيت بقى عشان ما ينفعش قدام خيري وفاء وفاء انت اي حكاتك النهاردة يا ريد اصلاها مبارح اماما ما كانتش زي قبل كده تكونش حطت عينك عليها عايز تتجوزها اتجوز وفاء لا 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 صعب صعب قوي صعب صعب ليه يا خوني اولا يا ماما هي لسه صغيرة دي لسه طالبة تاني حاجة هي مش الزوجة المناسبة ليا تالت حاجة انا بقى عايز واحدة كده تكون واحدة يعني واحدة واحدة ايه قلقتني عليك يا ابني اه ما تقومي تعمللنا فنجال قهوة كده اماما من ايديك الحلوة قلتلك القهوة مضرة للصحة طب ما انتي دول النهار بتشرب قهوة شمعنا كده ما بقيتش مضرة للصحة انا خلاص اتعودت عليها طب قومي اعمليلي فنجال قهوة من ايديك الحلوين دول عشان نبق انا وانتي متعودين عليها اعمللك فنجال بس على شرط شرط ايه؟ احطتلك عليه لابا بلاش قهوة ماما القهوة مضرة بالصحة بتعمل ضربات قلب بتفقع المرارة وانا خايف اتعود عليها بقولك يا راجل انت ملكش دعوة بيا فالص انا حر اقوة من اللي انا اعاوز ايه يبقى هتيجي على ادمامك ميت مرة قلتلك ما تحشريش نفسك في اللي ملكش فيه وانت ما تحشرش نفسك معايا انت فاهم؟ اللهم اطوليك بروح بس 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 سامة اروح اشوفينج على الباب صباح النور صباح النور ورد تاني ممكن تمدي لا انت يا اخويا مع السلامة ده بقى خالي ده بقى بس بتاع كل يوم اه انا مش انا ايه حكاية الورد ده كل يوم والتاني ورد كده مهنحرفش مين اللي باعته حاجة كده عاملة ده الاكامل عارب بتاع الجميع اه طبعا معي الافلام اللي بتفرج عليها في التلفزيون كل يوم لحس الدماغك مش احسى من القعدة بوزي ببوزك كل النهار منوية ده الورد ده فين؟ هاخده عندي فقط اه مفيش حد احسن من حد عليها العوة مهمش فيه يا راب الله انت ما بتبصيش ليه؟ مو انت لسه ازعلان مني؟ مو انت لسه ازعلان مني كالس اللي يحب ما يزعلش عشان كده انت لازم تزعلش مني كالس انا مش ازعلان مني بس وحيتك عندي انت ما تزعلش قوليلي بقى هي الماديات بس اللي ممكن تربط بينك علاء انا مش هايزاك تفكر في المسألة بالشكل ده انت قصلا لو ما كنتش هاجبني من الاول ما كنتش قبلت ان انا رتابط بيك بس انت حبيبي شوية عايش فيه احلام وانا مش هايزاك تعمل كده وانا بجد نفسي مع اعيش مع الانسان اللي بحبه وانا سعيدة محرمي لما احنا في ادينا ان احنا نعمل كل اللي نفسينا فيه ما نعملوش ليه ده يبقى حرام عليه اوعيديك النابز لكل جهد انا هققلك كل اللي نفسي فيه وعشان اطمينك نصلي هانم رجعت من السفر مبارح واباول حاجة عمليت انتصلي بدينا في المكان عشان تعدد لنا معايبنا اروح بقى عشان اقالك بس نروح تتكلم بجازة ماكتي في اجازة مش داريانة متعرفيش اخر الاخبار انت مش هترجعي الشغل بقى انا مش عايز انت مستعبيني عشان ارجع الشغل اولا يعني عادة متسدفة وبعدين هو مش انت اللي مش مهندس مؤمس وحي يعني انا اعجب النروسي واخد اجازة انت صحي مش كده انت اولا كنت انك بقيت خطبتي في المسألة بقيت محرجة وانا وانت كمان افتكرش ان انا عايزين يعني نسمع اي حد بيقول انك تدلعتي على حس الحكاية لي انا محبش اسمع ده وثانيا انت كده لما ترحي شغل يوم وما ترحيش يوم اني ما ظلمتين ظلمتك ازاي يعني؟ حرمتين هشوفي كل يوم كده انت غلبتين ام من ياسيلي ما تقلقش انا حنزل الشغل من بكرة وصعر الله بقى ما تزهقش مني هزق منك يا نوس لو تعرف انت غالق عندي ازاي ما تقوليش كلامت انا عارف انا ما حاجتلكيش اظهر ان خطوبيتنا مش هتجمعنا احنا بس ابوكي وابوي بقى اصحاب اصحاب اسدين وعم جوار ما حاجتلكيش راح لبابا وعرفه على اصحابه وعم ربيه وعم فؤاد طيلا بيروعوا القهوة بتاعت عم فؤاد تقريبا كل يوم كده الدور خلص وريني هتعمل ايه بقى وانت يابا كل ما تلعب مع عم حسين طولة تغلبه كده يابا الزبون كده حيتفاش منك الزبون يا اختي قاعد هنا ومتبت اوك قولي يا عم جوهن ايه رأيت بقى الفنجان قهوة محول ما بتعملش للحبايب لا كراميلا يا بنتي انا شريبت قهوة كتير البلادي وكده مش هنقب كده تكسف كراميلا؟ طب انا زعلان منك الحق صالحة اجوهن لحسن دي زعلها وحشة او اسألنا انا الله 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 ليه كده بقى عم فؤاد انت كده هتوقف سوقي انت عايز الناس طول عليها بشد شعلي ولا ايه انا هعدى عن بارك يا كراميلا كده؟ طيب بكرة تشوف الله 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 كراميلا ايه انت تتخنوا مع بعض قدامنا ولا ايه يلا كراميلا اجري عملتنا دور اهو من يديك الحلين دور من عناية الاتنين يا عم حسين يا حبيب قلبي انت مالكا ربيه من ساعة ما هعدت كده بالتسرحان وساكن و دنيا تانية خالص مساء الخير؟ يا مساء الأنوار، حلة ليلة الأمر، كنت فيه لحد دلوقتي يا سي جوهر يعني حاكون فيه؟ لا ورايا شغلة ولا مش غلب، كنت قاعد عن قهوة مع جماعة أصحابي يا راجل، قول كلام جردة، قهوة إيه بس وأصحاب إيه؟ قصدك إيه يا مسيمة؟ عايزة أقول لك يعني بذلمتك بذلمتك، ما انتش مكسوب من نفسك يعني وانت قاعد على قهوة بلدي، تحي بلدي، مع ناس بلدي، الناس يقولوا عنها إيه بس؟ آه، فهمت، ناس بلدي وأصحاب بلدي وحي بلدي، ما لهم بقى دول؟ مش جول اللي خطيب بنت الجاي من عندهم؟ احنا أخلنا علاء، ما خلناش أبوه ورا صحابه، واللي بيسألنا عن أبوه، بيقول إنه عنده مصنع ملابس جاهزة، آه، لكن انت بقى لما بتقعد مع شلة البقس بتاعتك، عايز تفضحنا، الظهر أنك نسيت نفسك لا وانت السادقة، ده أنا افتكرت نفسي، قلت لنفسي إيه اللي بتعمله في نفسك ده يا جوهر؟ حبس نفسك بنربع حيطان، والساعات بتعدي عليك كل ساعة زي التاني، وزي ما تكون حكمت على نفسك بالإعدام وانت عايش، ومستني تنفيذ حكم الموت، وقعدك بقى مع الأشكل دي، هو اللي حيريحك قوي؟ على الأقل بلاقي حد أتكلم معاه، حد بضيع معاه الساعات الطويلة اللي أنا عايشها في فراغ رهيب، من يوم خروجي على المعاش وانت يا أنا عشان تلاقي حد تتكلم معاه، تقوم تفضحني قدام كل الناس؟ تعالي يا إيناس، تعالي يا بنت شوف أمك بتقول علي إيه، أبوك خلاص، بقى فضيحة دلوقتي، يا طرم تروخها بتقول علي إيه؟ لكن حاول إيه، الحكاية مش محتاجة سؤالي، الرجل تح يفرسني، خلاص، عجز وكبر وخرف، هيفضحنا قدام كل الناس، ترجمة نانسي قنقر